السلام عليكم اليوم جاي بكم مخطأ جديد اليوم جاي بكم ما ينكرون الحلقة الـ 14 يا رب النصح يا رب طيب من عادي الدعم اللي قاعد تسوونا أقسم بالله شيء سطوري جداً الله يسعدكم جميعاً لما يشترك يسترك في الزر التنبيهات خلونا نبدأ في الحلقة هذه حالتي مع أن تقسم بالله عذاب بكرشني حين كرشني بسرعة أشكرك الله أشكرك اللهم لك الحمد فك الله أخيراً طيب خلشيل البلوكات هذه كلها لأننا نحتاجها في المشروع مو مشروع نحتاجها عند الفروغ لايت فارم ألو ماذا؟ ماذا؟ أي أوكي أتوقع عرفت عرفت ليه هذا عشان يكون الصبون يعني فيه في حركة أوكي أوكي على مدلش جيتنا خلونا نروح للمحل حقنا نشوف كم واحد شرى من الفروغ لايت والمحل حقنا هذا طيب في شي بعد لازم أسويه أوكي نسيت نسيت الأغلب قال ليش أنت حاط الكمية هذه كلها من البيكن أو من المربع هذا حق البيكن أنت ما تحتاج كل هذه الكمية يعني مثلاً أنا أحطها الحين هستو ما أحتاج إلا هذه اللي فوق عشان الشكل بس والباقي كله المفروض أني أشيله راح نسويه الحين راح نحط الكمية هذه من الجلاس ونزبط هذا الشي كامل لكن خلونا أول شي نوريكم ما سوينا أضفت هذه شكراً لكومنتاتكم والرهيبة أضفت هذا الشي مع الفريم راح يطلع لي بهذا الشكل يعني الفريم العادي مع هذا الشي راح يطلع هذا الشكل اللي هنا اللي هو شكراً لكم على هذه الاقتراح اللي ما توقعت أصلاً أنه موجود الأمانة يوم ما كنت تتكلم مع فيصل كنت أقول يا شباب أبغى أضيف هذا الشي يعني أبغى نور هذا الأيتم وطلع الصدق يتنور اللي هي معلومة جديدة إليه شكراً ما حتشاره من اللون الأصفر وما حتشاره من اللون الأخضر هنا حطيت سالفتر انجر تشوز وما حتشاره لا في أحد شاره من اللوني البنفس جي ثلاث استاكات تقريباً هنا الماقمة خليتها أربعة ستين الأغلب قال خل الشلكر عدد الكرو كوين يعني مثلاً تقول هنا أنه مكتوب بدال شلكر بوكس مكتوب عشرين حبة وان كرو كوين لكن هنا موضح أنه أي فروكلايت هذا الشي لكن هنا هذا ما فروكلايت هذا ماقمة كيوب أو ماقمة بلوك راح يكون برع ستين حبة كرو كوين واحدة صح الجزر مع ببيتها ايه الجزر مع ببيتها ذكرت أنه سبيد شرك كل اللي في هذا هنا المبنى حق عبادي حق الشلكر بوكس المبنى أسطوري والله يهنيه جد جد هنيه على البنائه شي رهيب والله شي رهيب شوف هنا ايه والله رهيب يا عبادي هنيك أوه ما شو الله شلكرات هنا خلصت لكن عندنا عدد شلكرات لا بأس فيه معنا حول ستة سبعة قريباً فغا نحتاج حالياً لو احتاجنا نقدر نجي نشتري في وقت طيب راح نروح البيت الحين ورح نجيب القلاس ورح نخلص أهم فقرة عندنا اللي هي الباكن الباكن حسيت أني استخدمت كمية آيرون وغولد بشكل مرطبيعي راح نجيب القلاس اللي نحتاجه توقعنا معنا هنا كمية طيبة معي كمية والله لا بأس فيها بس ودي بزيادة ودائما قلت ضبط هذا المكان ما ضبط هذا المكان ما ضبطه ليش صاحبه ليه ما أدري ترى والله أنا جد ما أدري هنا معي قلاس أتوقع وينه والله معي كمية قلاس طيبة صراحة خلونا نأخذها كلها يمكن نستخدمها كاملة وباقي عندنا الألوان ايه البيربل هذه نحتاج هذا وهذا طيب خلونا نروح هناك ونكسر البيكن حقنا ونضبط المكان كامل طيب نحتاج الحين ننزل على تحت ونكسر هذا الشيء هنكسر البيكن كامل بإذن الله نعبي المكان قلاس يا ربني ما جب العيد نكسر من هنا أفضل راح نكسر البيكن كامل ونبقي السطح اللي فوق قلاس طيب هذه هي تسع البلوكات وفوقها البلوكات فنكسر كل باقي بلوكات اللي تحت عشان نسوي نفس هذه الطبقات ونحاول لنا يكون المبنى بشكل رهيب جدا بإذن الله يا ساتر كفية القول ده واضح الكمية لم يكفي أبد فالحمد الله أننا جبنا القلاس كل كامل معنا طيب من الواضح أننا قررنا نخلص لكن في مشكلة المشكلة هي أن نخلص القلاس اللي معنا مع أننا الكمية جبناها كبيرة يمكن أربع ستاكات لكن ما كفت والله ما كفت لازم أشير هذا الأشياء اللي هنا توقعني هذا محل القلاس يا رب أنه الله العالم أنه محل القلاس يب كم يقول ستاك بثني كروكوين والله كثير ستاك بثني كروكوين والله كثير والله كثير مرة بعد باخذ ستاكين نحط حبتين لكل ستاك والله توقعت انها بيكون وان كرو كوين بس ما عليه حالياً نحتاج مضطرين لنشتري بدأت ما نروح نجمع وما دريش للتجميع يحتاج بعدها طبخ ويحتاج أفران سريع وما عندي أفران سريع خلونا نكمل مشروعنا شوفون ترقع المكان بشكل غريب يبغى أنا أعدل هالترقية اللي هنا كمية الآير اللي معنا الحين الشيء اسطوري جداً شوفوا الكمية بس رقع زي كذا توقع كذا ترقع بشكل كويس ان شاء الله وهذا بلوكات حسيت انها ما كانت بالمستوى اللي أبغاه بس انها بخربة كذا كابلوكة واحدة فا شم نسوي منجيب أو شيء لون الأصفر اتوقع كذا أفضل بكثير بس باقي البلوكات سوي جسبون وخلاص نكون جاهزين تقريباً في هنا ترقيع قاهرني صراحة شوفوا المنظر كذا كنا ضبابي فخلصنا أول مهمة اللي هي مهمة المحل حقنا الجزر هذا لازم نشوف الحل تقريباً ياربعين دقيقة وانا قاعد نضبط هذا الشيء فمادري كم بيطلع لكم بس بيطلع لكم شيء مختصر بإذن الله الشيء الثاني حين نروح للكوان بيتنا ونرقى فوق نضبط المكان حق فارم حقتنا راح نخليه يرتب الأماكن على حسب اللون اذن الله ان شاء الله نضبطها لانا متعبة شوي فماذا ما تشوفون هنا رتبت الصنديق وبعد الهبرات بعدت المكان شوي عن المكان الأصلي حاولت أني أدمجه مع بعض بس لأسف ما ضبطت الحركة اللي ما عرف ريتستون كثير فقررت أني أبني تحت هذا المكان لكن يكون قريب مننا ويرتب الكليتستات على حسب الشيء اللي تبغاه بنفس الوقت يكون عندنا زي المخزن مرتب الله ملك الحمد خلصنا الحين من هذا الشيء ماك تحتاجه مرة 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 بس شفته في اليوتيوب وتذكرت أن عندي أنا مشروع لازم أني أنظم أغراضي فأجبت هذا الشيء ماذا تبغي يعني؟ فأنا بقى كيف سالف أشوي لا لا هذه مشكلة الشيء هذا اللي هو المنظم راح نظمنا كل الشيستات اللي هنا وراح يعطينا الشيء اللي نبغاه في الشيست اللي نبغاه كيف ما فهمنا؟ راح أفهمكم الحين لأول مرة أسوي هذا الشيء فأحس أن شعور كذا جبيل جدا أني فنان هو أنا فنان يعني نجيب هذا الأشياء مع بعض كذا ندمج كم شيء ونجيب الماكما مثلا ونجيب البلوكات الخضر هذه وراح ندمج هذا الأشياء مع بعض في الشيست واحد اللي هو هذا الشيست اللي بتلاحظون أنه قاعد ياخذ من البلوكات حبة حبة راح يوصلها هنا وراح يوصل هذا الأشياء إلى هذا الشيء والشيستات ما راح تتلخبط في أي شيء يعني هنا مثلا لو تلاحظون هذا الشيء هنا 41 بلوكة وهنا مكتب VSL يعني كودي يا شباب في كل مكان هذه 41 بلوكة راح تخلي البلوكات اللي تحتها كلها باللون هذا نفسه وبرضو هنا وهنا ننتقل اللون الأصفر مثل ما تشوفون شوف KF قاعد يترنح ما أدري شلون اللي راح الرقب 42 و41 زي كذا هنا برضو صفرة هنا خضرة وهنا خضرة وهنا الماقمة وهنا الماقمة إيش صار في آخر شيء راح يكون هنا البلوكات مثل ما تشوفون راح تنفرز باللون نفسه يعني هنا الأصفر هنا بنفس جي هنا الأخضر هنا آخر شيء الماقمة فشيء رهيب جدا هذا الشيء الحمد لله أني خلصته لأنه كان متعب شوي ما أني ما كنت أفهم فرد ستون صح أنها بطيئة العملية بس راح يفك لي أزمة مرة 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 بغالي حطيتمات أن هنا بنفس جي هنا أصفر هنا أخضر هنا الماقمة يا ساتر شوفوا الأصفر كيف رايح بعيد والله تنظيم جميل جدا خلصنا من هذا الشيء الحين نروح على سبون ونسوي شيء من زمان أبغى سويه ليش بروح سبون راح ألعب الحين العلعاب اللي في سبون في لعبتين ودي ألعبهم من زمان اللي هي فاين ذا باتن ولعبة عبدالله البحث عن كنز اللي هو وندت فاين ذا باتن سواها لاذا فا راح نلأب الحين لعبتين هذه إن شاء الله بإذن الله لنطلع بغنيمة جميلة بإذن الله وصلنا للمنطقة أخيرة نروح المطر أهلا من القرصان هل تبحث عن كنز في تلميكان الصحيح عندك شفل في 12 ضربة بس الكنوز فقط موجودة في الجزيرة وانتبحث أمباريل اللي هو زي هذا عشان تشاركي تفع ثلاثة كرو كوين وستجد كنز أفضل من اللي دفعته معك 12 محاولة في الجولة الواحدة يعني 12 تكسير تقريبا ادفع هنا هنا مثال على الجاهزة اللي ممكن تلقاه بجزيرة شاب مندق ولا يطرى مندق يا ساتر كم واحد لاحب يا شباب والله كثير طيب ناخذ ثلاثة ثلاثة هنا ورجل كرو كون والله ما بقي معنا لشوي اضغط الزر نضغط الزر هذا ويعطينا يعني توقعنا ما فيه خلونا توقع ما دينا نسوي اللي هو الشفل سوينا الشفل لما أنا ما ودي كسر بهذا عشان ما يخرب الدنيا عندي دفعنا ثلاثة كرو كوين والحين نبحث عن الكنز هل الكنز خلص ما أدري والله بس إن شاء الله أنه ما خلص أنا ما أدري ولا ماكن اللي ممكن أبحث فيها هل أبحث في مكان ولا إيش نحسن في شي تحت هذا وأنا خوف إنه يخلصوا الجوائز الشباب والله هذا اللي يخاف منه أنا ودي أدور هنا نكسر 12 بلق واحد اثنين ثلاثة أربعة أوكي كسرنا أربعة ولا لقين ولا شي ما نكسر تهدي أوكي الله رحمن رحيم يا سيري أشغلي اللمبة لا يخرج بليسة والله العظيم أنه خرش أدني طيب واحد اثنين ثلاثة يعني حين بقيمي خمس بلقات شو الوضع يا شباب ما نكسر بالضبط هل نكسرينه ما نكسرينه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يا شباب شو الوضع والله لازم مرة ثانية ثلاثة كروكوين الله يعين كسر مرة ثانية ونبتعد لماكن اللي رحناها قبل شوي تحت الشجر ممكن نلقى يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة حسن مستحيل لنزلها أربعة بلقات طيب هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة ما في شي يا حيال بقينا أربعة بلقات ثانية تكسر هنا ودي أبعد ودي أقرب أدوى نروح لاحسيني أبلي إساني إلى شي' هنا ولا مادري مادري اوان انا رحت مادري أمام بحثة ببداية صراحة ب patents لاحسيني بدأت أنسى مادي أدخل هنا ولا أروح هنا أتوقع أنه مفروض هنا ما فيها هدف ما فيها فلوس أوكي ها في زر انفتح أوه هذا هو أوكي آه هذا الزر الأول ألا ما يجي هذا أوه في كثير حلو يعني واحد منهم يمكنني يضبط معك والثاني لا أوكي هنا في ريد ستون وغراض أدري هل هذا يعتبر صح يعني يعني في زر بس لي وصلك تفقع أولا يا عمي ضغط كل أزرار خلاص أين الطريق أين الزومبي ضغط هذا الزر ضغطت اللي هنا أرقيه تفوق وضغط هنا في ترقيع ما أدري ما أدري أسال فهنا توقعن هذا يبين أن هنا قريب شوف ندخل ندخل يهوacional يمدينة يعني ما عليك أني أوووو ولله تحريات تقريباً لكن حطها زيل متاهة أوكي 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 شوف ما في شيء يشوف ما في شيء غالب أن اللي قبل شوي عجل غالب أن اللي قبل شوي إن القلم كنرسبون يعني هو غالباً إنه هنا أوكي هذا هو صح أوكي لازم نلحق لازم نلحق أوكي 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 عرفنا عرفنا مكان بس عمشي نسمع مصدر الصوت بعدين نحاول نلحق أيوه هنا 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 أيوه جبنا حلو أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو والله ما في هذا هو وين يعني هذا ضغطناه ما صار شيء ولا واحد من اللي ضغطته احسن الزر كذا مو واضح مده ليش احسن زابن وين 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 مشكلة هذا الشي يخفي الأجرار اتوقع ولا مستحيلنا يكون هذا مستحيلنا ما يكون فيها ضغطنا هذا الزر ما صار شيء الله العظيم اني مادري جد مادري وين راح يكون الزر حجز تلقى مكان ضغطنا الزر اللي هنا ما حصلنا شيء لا لا هذه المرحلة والله صعبة والله صعبة جدا انا صعب مرحلة للحين نمشي وين نضغطيك للكمين يعني بس اني قاعد اشوف فوق بس مم قاعد اشوف تحت والله عجزت والله عجزت ما ادري حسن ما لحل يا اخي هذا لا والله هذا كنا بوتن يا اخي اللي هنا كنا بوتن بس مادي شرون كذا سغير هنا 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 ايوه هذاك هو صح المكان اوكي اوكي نضغط زر مرة ثانية اوه هنا اوكي 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 على بالي يسار احسن اوكي super مستحيل يكون هذا الزر مستحيل يكون هذا الزر لأنه سهلة مرة كده هل يحطها جو اللابة والله أني حسيت والله أني حسيت أوكي 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 نرقى لا صعبة شوي يا أخي بالاوقت كيف يجب أذي كيف شفوا أني كبت والله أني كبت نعرفنا مكان أنه هنا أوكي لا حاد الله كيف أوكي أوكي إن حركتي ما فيه الكفاية يا رجل خلني قصة الصوت كيف جبتها والله كيف جبتها ساتر يا ساتر يا ساتر الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله هذي كانت متعبة شوي مستحيل أني يكون هنا صح؟ حس مستحيل خلص لك الحق نعم يا ساتر كله بسبت هذا الشي ولا واحد صح للحين أين أنت يا زر؟ مستحيل يكون ألو فقط كله زرار أنا موجودة أي أني هنا صحيح؟ فوق هذا هذا هو أوكي أوكي عرفنا مكانه الحمد لله جبنه أوه يس أوكي أوكي اللي بعده سالفة شو كيف فما يتحرك أبروك فس سو سوتي بي فوق والله عبد الله والله ممتع وصعب شوي وجميل أهني كلابها ميس أني ما حط كروكوين عشان تلعبها يعني كان يقدر استبيد مرة خلص الجزر اللي معي بسبة النار اللي اللي حرقاتي طيق العافي يا لافا كانت اللعبة ممتعة جدا وغيرت جو صراحة يعني أخذت وقت وغيرت جو شوي أعطونا رأيكم باللعبة تحت هل تشوفون لافا بدع فيها مرة أعطونا رأيكم بالمحل بعض كيف كويس أو لا ما كويس يعني أحيانا اكتسبنا يتذكروا كائم من المحل طيب هذا المكان هل هو أستاجر؟ أوكي هنا محل هنا محل سبيت محلات الباقية حياكم الله في سوق شعبي تقدر تشتري محل كامل وتبيع فيه اللي تبي المحل الكبير بعشرة كرو كوين المحل الصغير بخمسة كرو كوين تحياتي ذياب هنا خمسة كرو كوين هذا محل أوسمس أوكي يعني حجز المكان طيب يبغى لي أنا لوحة أجل نكتب المحل حقنا ودفع خمسة كرو كوين والله طفرت الأمانة طفرت مرة 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 خلونا نسمي هذا المحل هنا فيسا لوم أذن الله راح أجيبكم بس يبغى له شي كثير عشان أتعلمه لأنه مو بسهل والله مو بسهل بالنسبة لي بس كان ممتع واللي عارف واللي شاف ماين كرو اللي قبل يذكر وش كان المحل اللي سوينا وأتوقع بيعرف على طول يبغى لنا الحين أندر تشست أوكي هذا محل لافو ومحل أوسمس ومحل محل سبيد ومحل عبادي أوه هذا محل كبير نشتري محل كبير ولا محل صغير وخلوه على المحل الصغير طيب خلنا ندخل عند سبيد الله يعطي العافية حاط اندر تشست ناخذ خمس كرو كوين اللي باقي معنا أصلا خمس كرو كوين ثاني يعني وش رأينا محل كبير راح نطفر مرة ما راح يبقى معنا ولا شي فشي يعني خوف أنه ما معنى هذا يبغان يبغان نبحثه أكثر أكثر هذا هو المحل حقنا نجي بعدين بإذن الله ونضبط المحل خمس كرو كوين طيب الشي اللي هنا أخيرا 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 المحل جاهز اللي ما يدري طلبت من لافا البنك والله ما ينفع كذا الليل ما ينفع الليل خلنا نركز بس هذا هو المحل الجديد مو محل بنك البنك هذا راح يكون بنك صرف عملات يعني ما عليكم هذي هذي مقوب عملات الله يعطي العافية لافا أقسم بالله تصميم كلام ياواد كلام نحط علامة الدولار يبين أن يصرف العملات أو يبين أنه بنك بس يبغى لترقيع هنا المكان أن يكون مع كل الجهات أفضل بكثير لأن هنا شوفوا الموبز يا ساتر كريبر كمية كريبر ومطبيعية خمسة أو ستة أوكي مثل ما تشوفون هذا هو التصميم راح نضبط المحل أكثر وكثر معكم بإذن الله في الحلقة الجاية حبيت أخلي المحل أو البنك جنب المحكمة حتى قلت اللافا أن أبغى جنب المحكمة اللوانة المكان ضيق جدا وكويلس إنه بناله أو رجع شوي يعني هذا المكان بيغط على مكاني يعني ما هو بواضح البنك بس بيكون البنك صرف عملات بحيث إنه يجي شخص يبغى كروكوين ما مع غولد ما مع أمثيست راح يعطيني 2 دايموند مدال 1 دايموند حين أن تحتاج 1 دايموند عشان تسوي اللي هو الكروكوين وعطيك الأمثيست وعطيك القولد وعطيك الكروكوين كاملة يبغى لها شغل لأنه يحتاج كمية كروكوين تحتاج كمية أمثيست القولد هو متوفر وتحتاج دايموند دايموند أقدر أجيبها من المشروع بس ما أدري هلا خليه حبة الكروكوين للوحدة 2 كروكوين ولا ثلاثة كروكوين فكتولي تحت في الكومنتات يحطيك ملعافة جميعا مشاهدة إن شاء الله استمتعتوا صوت إشياء كثيرة اليوم ما هي أشياء رأيسية لأمانة فأعتدر على هذا الشيء لكن الشغل الحامي يبغى لها وقت ونفس الوقت صارت فيها ألعاب ما لعبتها اللي هي لعبة مثلاً ولعبة البحثة الكنز وهنا البنك يبغى لنا تضبيط الداخلي عشان ضبط المكان ويكون بشكل رهيب جداً ويبغى لنا كمية ميثست وتضبيط مية مشاريع ترى كثيرة جداً يعني حتى المحل اللي في القرية الآن ما أقلت لكم مشوه بس اللي شاف في السيز الأول من مايكرو يعرف وش كانت محلاتي واحدة من المحلات راح تكون في القرية نتقم لعافة جميعاً إلا استمتعت بالمقطع تقدر تشوف قامت تشغيل كاملة بهذه المقاطع خاصة بمايكرو اللي ما نشترك يستيرك فيها تنبيهات خلونا نوصو 900 ألف أقرب وقت نوصو مليون قبل نهاية سنة إليش لا دعمكم بإذن الله نقدر كم العافية نوراكم على الخير في حمال الله سلام